نشكرك أستاذ خالد بن تركي ونبقى دائما مع قرار الجارة الشرقية بقطع علاقتها مع المغرب نستمع الآن لقراءة عبدالغاني القاسمي خبير ومحلل سياسي من الرباط القرار الذي أعلن عنه وزير الخارجية الجزائري كان متوقعا وهو تحصيل حاصل لعقود من شد الحبل بين البلدين الجارين لأسباب معروفة ولكنه في نظر المتواضع لم يكن يحتاج إلى تلك الفذلكة التاريخية غير المفيدة وغير المقنعة والمملة لتبرير خطوة متهورة تؤشر إلى تصعيد قد لا تحمد عواقبه بين الطرفين في المغرب بالمناسبة له الحرية المطلقة في ربط علاقته الخارجية وفقا لمصالحه ولا دخل لأي طرف أجنبي الحق في توجيهه والتحكم في اختياراته ومواقفه التي يتخذها لحماية حقوقه السياسية هذه أولا كما أن المغرب بقدره ومكانته الدولية وبوصفه قوة إقليمية رائدة ليس شماعة ليعلق عليها النظام الجزائري المسؤولية بهذه السهولة فيما تعاني منه البلاد من مشاكل اقتصادية وهيكلية انعكست على مصداقية النظام القائم فيها وليس بأسعي هكذا قرار أن يغطي على مطالب الحراك الشعبي ولا على الهوى الفاصلة بين الحاكم والمحكوم حاليا لديهم خصوصا أن رأي العام الدولي يشهد بأن المغرب وليست الجزائر هو الذي يتعرض بالسمرار لتصرفات العدائية التي تسهدف وحدته الترابية من قبل نظام الجارة الجزائرية